أصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بياناً أعربت فيه دعمها لإقامة دولة فلسطينية وفقاً لحدود 1967 أشار زعيم حركة حماس خالد مشعل في البيان إلى تخلي الحركة عن الدعوة التي كانت تتمسك بها منذ زمن طويل لتدمير إسرائيل وجاء ذلك بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يزول إسرائيل الشهر الجاري مضيفاً أنه لا يرى سبباً لعدم وجود السلام بين إسرائيل وفلسطين غير أن حماس أكرت في البيان أنها لا تزال ترفض الاعتراف بشرايات الكائن الصهيوني ولن تتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين مهما طال الأمر لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط ومهما طال الاحتلال وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً من نهرها إلى بحرها ومع ذلك وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصيوني ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية